اشتركوا في القناة وعلى أبصار الناس المفسر اللي هو الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يزيلون هذه الغشاوة هناك بعض الأحيان مغالطة البعض يقول احنا ما نحتاج للأحاديث في القرآن لأن القرآن هو نور فس الأحاديث سواء من الرسول أو من الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا كلام ليس بصحيح لماذا؟ لأن القرآن صحيح هو نور لكن المشكلة احنا بعض الأحيان اكو رأينا على قلوبنا اكو غشاوة على عيوننا لا نرى هذا النور مثل أعمى في الظحى في الزوال هذا الأعمى في الزوال يرى النور لا المشكلة في النور المشكلة في الشمس لا المشكلة في عينها هذا أحيانا توجد غشاوة الحديث يجي يزيل هذه الغشاوة مو أن الحديث ينور القرآن لا القرآن أعلى من الحديث لأن القرآن كلام الله والحديث كلام رسول الله وطبعا كلام الله أعلى من كلام رسول الله هذا أمر واضح لكن الغشاوة الموجودة الحديث قد يزيلها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة